اشتركوا في القناة بوتيكا والقائمة على المشروع صباح الخير لألك وصوها حبيب الله مديرة مدرسة البيادر في عين ماهل أهلا وسهلا فيك صباح الخير لألك وسيد خالد حبيب الله مدير خالد أبوليل خالد أبوليل عفوا يعني عارف جوابي بس إحنا أبوليل حبيب الله إحنا أولاد عام وإخوي يعني فعائلة واحدة عين ماهل ما فيش أي مشكلة يعني نعثر بإسم فريق الإعداد ألف تحيي لكم عين ماهل ولعائلاتكم الكرام أوكي رح نتحدث عن فكرة المشروع والهدف منه ككل آية إذا بتحبي تنورينا أكثر كانت المبادرة بداية فكرة صغيرة وصلني كول كوريا عن يزموت حنوخيت ففكرت شو ممكن أقدم مبادرة تربوية نعم فوصل كول كوريا بهذا الموضوع وكل كارين يزموت بالمشاركة مع مسراد حنوخ استشرت مدير أبو عداي فقال لي بدك نحاول من نحاول منروح على اليوم اللي هن معدينه عشان يعرفوا عن المشروع تبعهن فرحنا وبعديها فكرنا شو الفكرة وطلعنا بفكرة كان تهليخ كان سيرورة جدا طويلة اللي هي بديت من العام مع المدير وستدسها وصلنا لمقابلات أكثر من مرة مع طلاب احنا فتنا بمشروع اللي هو حتى اسمه غير مشاركة المعلم مع الطالب يعني احنا زينا زي الطلاب بالمشروع هو بيجيب الفكرة احنا منساعده هون وهون وهون منعطيه إرشاد منساعده على البرمجة وين المرح والفرح بالموضوع هاي أنا بحكي لك عن النطاق قسا المدرسة الإعدادية انه احنا نبني الفرح والمرح بالمشروع انه نهديه لطلاب مدرسة ابتدائية عند المديرسها لصف أول تاني تالت والمرح بالموضوع انه بحاكي كل طالب وطالب حسب مستوى حسب قدراته التعليمية الكلمات التسجعية اللي بحكي معاه يعني اخترنا اكثر من موضوع اكثر من طريقة حاكل طالب فيها من خلال صورته مرات مرات من خلال صوت عم بنادي عليه حانى دورك يا سعيد حانى دورك يا راما كمان طريقة كانت من خلال انه نخليه يحب يساعد غيره يعني فيه برامج اللي نعملت مش بصور هن هني مثلا طبقة الثواني بصور صف الأول فانتو كنتوا بصف الأول فهذول صور الصف الأول بتكون تساعدوهن فمن خلال كمان هاي الشغلة كتير فوتنا مواضيع اللي هي تربوية هادفة بالموضوع وكان جدا رائع رائع احنا نتعمق أكيد أكثر وأكثر في هذا الموضوع سوها عن جديد يسعد صباحك يعني لما منحكي عن مثل هاي المشاريع نسمع رؤيتك الإدارية التربوية في ممكن إدخال هيك وسائل تعلم حديثي لأبناء مجتمعنا لطلاب المدارس وكأنه نوعا ما عم منحكي هيك التغير في هذا العصر مظبوط احنا اليوم منحاول أنه نغير بوسائل التعليم ترك التعليم لأنه اللي تعلمنا احنا وإحنا صغار ترك التعليم اللي كانت مستعملة في الماضي بطرت ملأمة للجيل اليوم اليوم فيه تسارع في كل إشي في حوالينا وطلابنا هنا جزء من هذا التغيير اللي عم بيصير فإحنا كتير من نرحب بهذه المبادرات اللي فيها نوع من التغيير وخاصة اليوم احنا مننادي بإشي تعليم ذو معنا التعليم ذو معنا لازم يكون إله علاقة بحياة الولاد بالأشياء الكريبة منه أكتر إشي اليوم الولاد بحبه هو الحاسوب اليوم الأولاد الصغار بتشوف فيهم كل حاملين حواسيب حاملين تلفونات فحلو نستعمل هذا الإشي لتطوير التعليم عنده وخاصة إن نحكي عن موضوع رياضيات اللي هو شوي ناشف وإله يمكن صورة مش حلوة كتير عند الطلاب فيه بواجه فيه رحبة عند البعض من هذا المجل فكتير أنا رحبت بالفكرة الفكرة جدا رائعة وفريدة من نوحة إنه نخلي الولاد يحب الرياضيات ونحط الرياضيات كأنه لعبي فاللعاب اللي استعملوها البنوها الطلاب بالمدرسة الإعدادية كانت جدا حلوة أنا المزبوط استغربت اتفاجأت فيها من حيث التخطيط من حيث التنفيذ وبالإضافة زي ما حكيت المعلمة آية إنه بش بس تعلم الرياضيات كمان كان فيه قيم بذوته قيم عند الطلاب اللي هي جدا حلوة إحنا منهدف لإلها ويمكن مركوها بخلال هاي الفعالية لو نعلمها خلال الدروس بدنا وقت طويل كيف الولد الصغير شاف الولد الكبير عم بيعلمه عم بلعبه عم بذوت له هاي الشغلات علموا مشاركة علموا شو يعني عطاء بترك جدا حلوة وأنا عن جد بآمن إنه هاي هي الطرك اللي إحنا بحاجة إلى اليوم نعم التعاون بين المدارس لأي درجة مهمة بتشوف أستاذ خالد وخاصة نتحدث هنا على مدارس في نفس الملد صباح الخير لكل المتابعين لكل المشاهدين بس حبيت أحكي كلمة صغيرة لستة سوها إحنا استة سوها هي بالأصل كانت معلمة عندنا بالإعدادية ومش أي معلمة يعني معلمة قديرة جدا وكانت من أصحاب الوظائف وخلال مسيرتها العملية فازت في مناقصة إدارة الإبتدائية وإحنا قلنا من ضمن التعاون بين مدارس البلد قلنا أول مدرسة إحنا رحين ننفذ فيها هذا المشروع وهذا البرنامج هو مع ست سوها بطبيعة الأمور وأن هي كانت زميلة إنا سابقا فحبينا أن يكون هذا الإشي كدعم إلها ودعم لمدرستها في بداية طريقة فأتمنى لها النجاح للمستقبل يدي من الصحبة والمهنية أكيد بناتكم إحنا هذا البرنامج كان من البداية لطلاب صفوف اللي هنه طلاب المتميزين صفوف المفيد ومن ضمن الرؤية تعيدنا مع طلاب المفيد غير الإشي التعليمي اللي هنه بتعلموا الطلاب عم نتحدث عن طلاب مميزين أم؟ طلاب مميزين مميزين ومتميزين أوكي اللي اختيروا حسب برنامج سيرورة معينة تعليمية ولكن كمان بالإضافة لهذا الإشي إحنا محضور للطلاب هين وهين من الطلاب بدنا ننمي فيهن القدرات القيادية والعطاء والتطوع والاندماج بالمجتمع حتى يكونوا هن الشعورة عيدنا في المستقبل فأخذنا ذول الطلاب وزي ما حكتت ست آية هنا بننا محن مبادرة هذه المبادرة هي مبادرة للطلاب صف أول كانت بالبداية صف أول وبعدين طورناها لأول ثاني ثالث من ضمن مشروع اللي هو مشروع هادف لكل القرية إيمانا فيه بالطلاب بالطلاب أنه هذول الطلاب لازم نشتغل محن إحنا كشراكة ما نشتغل كمدارس كل مدرسة الحال فالعمل المشترك هو اللي بيأدي بالآخر لنجاح نجاح مش بس لمدرستي كخارد ولا نجاح لسوها إحنا بنتخرف على إشي شمولي لكل البلد بالآخر هذول الطلاب إن طلابنا المعالمين اللي موجودين ننسوها والمعالمين اللي عندنا إحنا بنشتغل كطاقم واحد الإدارات تجري كطاقم واحد وهذا هو واحد من ضمن سلسل من البرامج اللي إحنا بنشتغل فيها بإطار إشي شمولي بالبلد حتى نقدر ننهارد بالبلد بشكل أسرع وبشكل نوعي وهذا من أحد أسرار النجاح إحنا عم نتطلع عليه طبعا وهكي شيء جميل نتحدث عن التعاون بين المدارس في البلد أيضا المشروع يمكن نبنى على فكرة تعاون ما بين فئات عمرية مختلفة للطلاب رح نتحدث عن هذا الموضوع ولكن بداية نتابع هذا التقرير مشاهدين مشروع طلاب يصنعون ألعاب محاو سبب الرياضيات لطلاب أصغر منهم سنًا وتحدثنا قديش هذا المشروع هادفه فيه له أبعاد عميقة نتابع هذا التقرير افتتحت مدرسة البيادر الابتدائية في عين ماهل يوم الرياضيات متعة الذي جاء بالتعاون مع المدرسة الإعدادية في البلدة من أجل تحفيز الطلاب على حب هذا الموضوع والنجاح به نحن اليوم كمالت لبرنامجنا برنامج الرياضيات اللي بتفتتحها يوم الخميس كان عنا فعليات في الرياضيات الصفوف الأول حتى الثالث اللي قمت بتجهيزة مركزة الرياضيات مساعدة المعلمات والمساعدات كان في عنا محطات داخل الصفوف خارج الصفوف الهدف منها أول إشي كان عنا عدة أهداف الهدف الأولاني هو تحبيب وتقريب وتجذب الرياضيات للطلاب بسبب كره الرياضيات من قبل الطلاب هاي واحد من الأشياء اثنين كان عنا مشكلة كمان منلاحظ أن في عنا مشكلة بالهندسة موضوع الهندسة نحس بعيد عن عالم الطلاب فحببنا نقربه على موضوع الطلاب بلشت الفكرة أول إشي من وحنا بصف ثامن يعني من قبل سنة وهذا المشروع اسمه اسمه ماث اسفان اللي هو لصفوف أوائل ثواني ثوالث اللي بخليهن يتعلموا الرياضيات عن طريقة غير تقليدية كيف يتعلموها بالمدارس بل بتعلموها عن طرق محوسبة وألعاب اللي إحنا بنناها إحنا أولاد الصف واللي اشتغلنا كل خطوة بخطوتها فيها قام طلاب الإعدادية بأنفسهم بصناعة الألعاب العديدة في مجال الرياضيات والهندسة ومنها المحوسبة أيضا حيث استعانوا بحب الطلاب للتكنولوجيا الحديثة وسخروها لأهداف تعليمية تشجع الطلاب من خلالها على حل تمارين ومسائل حسابية طلابنا من التاسع يستفيدوا في بناء برامج محوسبة تعليمية من خلال برامج اللي هي اسمها سكراتش اللي هي التكنوت وفينا كمان الطلاب اللي بليبتدأ صف أول ثاني ثالث اللي هني كمان بتعلموا مواضيع الحساب والمواضيع الهندسة وأنواع الخطوط والهندسة المجسمة وكل هاي المواضيع احنا استفدنا بأنه طورنا كثير ببرنامج سكراتش اللي هو بننا فيه اللعب أساسا كنا نتعلم فيه بطريقة عادية بس أسا طبعا من بعد ما بننا اللعب صرنا يعني نعرف أشياء فيه أكثر التعاون بين المدارس في عين ماهل ودمج خبرات المعلمين والمدراء في كل من المدرسة الابتدائية والإعدادية إضافة إلى المعلمين والمركزين خلق مبادرة ناجحة ومثمرة عادت بالفائدة على كل الطلاب كبارا وصغارا هنا هنا ما يعادل تسع محطات صعب أن ندخل فيهن ولكن عli محطات يتكلم عن الهندسة ومحطات بناء مجسمات ومحطات لتعكي عن الخطوط وانوع الخطوط ومحطات لديها حساب بسيط لصف أول لديه محطة اللي بحب أقعي عنها اللي هي موضوع البنك اللي هي محطة الأساسية اللي قام ببناءها الطلاب بحيث أن الطالب يدخل على البنك ويتعامل مع موظف بنك ويسحب من البنك مبلغ موجود في حسابه يتناسب مع نمرة حساب الطالب لا يمكننا الاستغناء عن موضوع الرياضيات رغم الصعوبات التي يواجهها بعد الطلاب فيه ولا عن التكنولوجيا وتعلق الجيل الجديد بها فلا يسعنا سوى دمج المنهجين لمصلحة الطلاب ومنفعتهم وهذا كان كالتقرير اللي قرب أكثر الصورة للمشاهدين عن هذا المشروع يمكن عن نفسك هذا المحور نطرح السؤال على أي فكرتك التعاون ما بين الطلاب الفئات العمرية المختلفة يمكن الأكبر سن يعاون الصغار كمان هذا جزء أساسي كان بالمشروع تعلمونا من ويحنا صغار جملة التعاون أساس النجاح بس عن جد أنا شخصيا مشعرتهاش غير وأنا بالإعدادية يعني بغض النظر عن موضوع التعاون بين الطلاب الإعدادي والإبتدائي حسيتها أنا كمان تعاوني مع المدير مع المديرة مع الطاقم اللي فات معنا أكثر إشي حسيت بالأولاد إنه إحنا قدمنا إشي مع الميتة طلابي عم بحكي مع الميتة إحنا اليوم أبسطنا الطلاب يعني حكينا عن التغذية الراجعة فحسيت إن في طالبات اللي رح يبكوا إنه إحنا عطينا فبالنسبة إلى كثير العطاء والتعاون قيم اللي لازم تكون بالطالب تجري مجرى الدم يعني كمان كمان نيسوا الرياضيات يعني كلنا بنعرف إنه بحكوا كثير منه مليان قوانين وكلنا جربنا على حالنا وأنه صعب وكلنا نستصعب بغض النظر إذا كان في الإعدادية ولا التانوي وقضية الوحدات وكانين نشغل بالنا كثير في هذا الموضوع للأغلبية منها مننا وأنا كنت منهن كمان في الصغر عن المشروع هذا يعني عن جد أثبتوا إنه بتقدروا تتحققوا النجاح بطرق أخرى وإيش هي الطرق اللي بتقدروا تحطوا إصبعك عليها النجاح له عدة أساس أول إش اليوم التعليم مفروض يتغير من ناحية الوسائل من ناحية التوجه اليوم الطريقة التقليدية غير كافية هي موجودة بس هي غير كافية بحاجة إنه نجدد كمان طرق تانية عن طريق اليوم منحاول إنه ندخل أساليب البحث عند الطالب إنه يستكشف الأشياء يتوجه لها بطريقة تانية يلعب فيها اللعب خاصة بالجيل الصغير مهم جدا إنه الولد يحصل على المعلومة عن طريقه اللعبة إنما هو بلعب هو بالإشي قريب لإله هو بستمتع وبنبسط وإذا الولد حس من جوه بمتعة أكيد الإشي رح يأثر فيه ورح يسهل عملية التعلم فإحنا من يعني خاصة عن الجيل الصغير أنا انتقلت من مدرسة إعدادية لمدرسة ابتدائية الإشي كتير بارز عند الجيل الصغير إنه لما بتعليمنا عن طريق اللعبة تصل لهم أكتر والولد إذا بنفسد بالشغل وبيحبها الإشي برسخ براسه أكتر طبعا طبعا أستاذ خالد كمان من حضرتك نسمع يعني هيك رؤيتك الإدارية التربوية تجاه هذا الموضوع يعني اليوم عم منشوف أنه ممكن يكون فيه عتب نوعا ما على موضوع التلقين في المدارس ولكن عم تأخذوا هذا النهج يعني إذا بنسميها التربية الديمقراطية تربية أو التعلم ذو معنى كيف عم بتشوفوا تفاعل الطلاب وكيف عم بتشوفوا التأثير الإيجابي على طلاب المدارس من خلال هاي النشاطات بس حبيت حكي شغل صغيري بالبداية أنه أنا بالأصل يعني الشهادات التعوني الأصلية هي رياضيات وإحصائيات من هذا العالم يعني هيك أجل إشي كثير سهل علي أتفاعل مع هذا البرنامج ولكن إحنا كمان إحنا ببقى المواضيع أي مبادرة إحنا منرحب فيها ومنمشي فيها وكثير كان لدينا مبادرات وبتخيل أن نحن رحلين كمان أسبوع نرجع لعندكم كمان مرة تستفضونه كمان مرة مشروع آخر اللي رحلين نحكي عنه بالتفصيل إيش بتعلق بالروبوتيكا بس حبيت أزيد كلمي مهمة جدا أنه اليوم وظيفة المعلم مش ملقين زي ما حكيتي اليوم المعلم هو موجه والمبادرة كلها قامت على أساس شغل للطلاب الطلاب هن اللي بنوا الألعاب هاي الألعاب المحوسبين وبشهادة كثير معلمين اللي زارونا معلمين في الحاسوب زاروا اليوم هذا زارت الفعلية ومرجدين ومفاتشين وشافوا الألعاب تعينوا الطلاب استغربوا أنه هل في عنا إحنا طلاب اليوم في هذا المستوى اللي بقدروا يعملوا وهذه الأشياء الرهيبة خلينا نقول بالمعنى الإيجابي ويبدعوا فإحنا الشغل تاعنا من منطلق إيماننا أنه الطالب يستطيع أنه يفعل أي شيء ولكن أنت لازم تعطيه المنصة المزبوطة والوسائل المزبوطة والدعم الملائم والمعلمين المحطائين حتى أنه يقدر يطلعوا كل طاقاتهم فاليوم اختلف التعليم صار التعليم كل يعته المعلومة موجودة في أي محل يعني ما في حاجة اليوم المعلم يجي يعطي للطالب كمثال يعني إذا من نبعد شوي عن الموضوع ما هي أسباب الحرب العالمية الثانية مثلا يقدر يفوت على الحاسوب على جوجل يكتب أسباب الحرب العالمية الثانية نتائج الحرب العالمية الثانية والمعلومة صارت موجودة قدامه فهو ما بيحتاج لمعلم أنه يجي يعطي هذه المعلومات ويلقي له إياها تلقين اليوم التعليم صار تعليم بطريقة أخرى تختلف تماما زي ما حكت السيد سوها عن التعليم اللي كان بالأول فاليوم وظيفة المعلم هو موجه مرشد يعطي الطالب الأشياء والأساليب اللي هو روح يستكشف ويبحث وطريقة الاستكشاف والبحث إذا الطالب تطلع من الطالب هذا الإشي هو اللي بيذوت عند الطالب المعلومات وبتظلها موجودة معه كل عبره مية بالمية نطلب من مخرجنا في فيديو خاص بألعاب اللي عم نتحدث عنها المميز إذا منقدر نعرض ونفرج المشاهدين وآية تعطينا بعض الشرح أيضا عن هذه الألعاب موجود معنا الفيديو؟ موجود ولا كيف؟ أوك هات نشوف الفيديو لو سمحتو يلا آية إحنا معاكي طبعا هون هاي فعالية البانك هذا اللوغو تبع البرنامج كله مات إزفان إذا بتطلع فيه مبني بشكل عن جد رائع هنا البانك الموظف بدخل رقم حساب الطالب اللي أجع عنده تيجي صورته بالحساب كان بالبداية 15 شكل بعدين طورناها إلى 30 المسجرة المسجرة تعته فبسحب وبحسب له قدابي بقبل الحساب وبحكوله هون اللعبة جدا رائعة اللي هي بضغط الطالب على صوته بجي سؤال الإبداع بهاي اللعبة عشوائي واللي كل مرة أنا بفوت بلعبها بطلع ليش نفس السؤال بالبرمجة جدا رائعة هاي إيش هاي الساعة هاي الساعة عم تتحرك فبتختار إسام بعطيه سؤال السؤال كمان عشوائي إذا بلعبها كمان مرة بجيني سؤال ثاني هون محور النجاح بحل تمرين بعد ما يحل التمرين منعلمه كمان عن المحور فبختار قفزات وبمشي حسبها منعطيه وقت هو يسويها على اللوح وبعدين منشوف حلو إذا صحيح ولا خطأ من خلال البرنامج رائعة فعلا هيك منحس قداش ممكن يكون كل موضوع الأرقام والمعادلات والحسابات تقنيات يعني أنت بترسخ هاي أحلى إشي هون أنا كثير بلاقي حالي أنا معلمة هندسة هاي أنت مفسوطة عليها أنا معلمة هندسة أنا مفسوطة عليها بعلم على فكرة تاسع مفات مادة عاشر منعلمهم من خلاص لهم كتاب العاشر بصف تاسع الفئة المتمنية هاي الموجودة بعد في عنا ألعاب كفرشين أيام الماثة بدأ أحكي عن الجيومتريا الجيومتريا فيها ميزة اللي استعمله حتى موضيع تانية باللي موجود طلع مثلا وراها فيه كمان لعبة اللي بتعطيه ما اسم الشكل اسم الشكل بظل يتكون يتكون تصير سيارة فهو تدريجي وبصير سيارة وبعدين بتمشي وصور الأولاد داخلها حالو فالسيارة بصير تمشي وكأنه الطالب نفسه سايق السيارة وفي نفس بالمجال الجيومتري كمان عم بحكة عن أحرف العبرة زاوية وليست زاوية أحرف العبرة بنكتبها بصورة اللي نحدد هاي المكان زاوية وليست زاوية كان اختاروا ياباني أوصير في عنا صبايا اللي بارفوا ياباني على فكرة اللي هن تعلموا بشكل ذاتي بالمدرسة كل طالب معه تابلت أو آيباد ولا كيف بتصير مع مستوطقا شاشة تلفزيون ولا كيف وعننا غرفة محاجميم حواسيب اللي احنا اشتغلنا فيها ما يقارب 32 حسوب متطور جدا مع لوح ذكي بس بالتقديم عند السيدسو هاي اللي قامت بتحذير الحواسيب تحت عندها وإحنا عرضنا جبنا البرنامج وعرضنا عندها كل واحد عنده الحسوب الخاص إلى طلابنا يعني إلى الطلاب طبعا طلابنا تقريبا احنا حاولنا بالجوائز نختار عشرة بالجوائز أعطناهن حواسيب جدا متطورة بالإدارة ونشكر الإدارة على هاي المبادرة الحلوة لأنهن شافوا قداش الطلاب تعبوا لساعات متأخرة إحنا نشتغل الأربعة الصبح مرات ما شاء الله عليكم يعطيكم ألف عشرة يعني كثير كان الإشي وكونا نشتغل أونلاين كمان اللي أنا أخدر أفحصهم من البيت كمان أنا بكون مسؤولة عن ستوديو اللي فيه كل البرامج هاي فهو طالب وهو عم بفوت أنا كمان أم بقدر أشوفه وين في مشاكل منحاول لأساعدهن أوجههن في طالبات بحب أذكر أنه رفضوا مساعدة بتات أنا معلمتي إحنا نحل المشاكلنا وهذول أنا جداً فخورة فيهم رائع ألف تحيل طب سهب بما أنه عم نتحدث يعني مثل هاي المشاريع مثل هاي النشاطات فعلاً البداية أنه عم بتحبب الطلاب بالمجال وحكينا قداش موضوع الرياضيات ممكن يكون معقد ومعادلات وحسابات وكلنا كان يكون عنا هيك رهب منه هيك ليش ما يعني نستنسخ هذا المشروع لباقي المواضيع يعني حتى على مستوى اللغات على مستوى اللغة العربية القواعد التاريخ ذكر أستاذ خالد ليش؟ هيك ما نحببن بهاي الطرق ومش أنه يروحوا على محرك البحث جوجل ويطلعوا هيك بسهولة يمكن المعلومة بشكل جداً محدد مصبوط المبادرة هي كانت ضخمة بالرياضيات بس أنا هاي سنة تانية بالإدارة السنة الماضية أنا أول ما اطلعت من الإعدادية كان صعب علي أطلع من المعريخة هاي فأول ما طلعت من الجهاز هذا فأول ما طلعت على خط المنصب الإدارة كان عندي مبادرة شخصية صغيرة بس كمان إلها كان مفهوم كتير كبير إنه كمان نفس الطلاب هادول اللي كانوا بصفف ثامن وسابع أخدتهم معاي على المدرسة الابتدائية وعملنا زي نططنا هيك زي مبادرة سميناها بالز أصدقاء اللي أنا عشان كمان جاي من مجال الإنجليزي فهدول الطلاب كانوا يساعدوا ولادنا باللغة الإنجليزية وكان عنا هاي كسينة متصاف امتحنات المتصاف النجاعة والنماء عندنا في المدرسة فهدول الطلاب كمان ساعدوا ولادنا في التحضير للنهائي الامتحانات وحاولت تذويت اللغة الإنجليزية عند الطلاب وتسهيلها وتحبيبهم فيها وكان شغلهن كتير حلو والنتيجة بينات إنه في علامات علامات هالامتحانات كانت عنا علامات جدا عالية على المستوى الوسط العرب ومستوى الدول يجبنا معدل 83 فكمان هذا الإشي بعود لمساعدة هذول الطلاب هني كمان نفسنا الطلاب المتميزين بالمدرسة الإعدادية اللي كانوا يجوا بكل محبة بكل رغبة لعنا على المدرسة كل يوم ثبت بيوم وطلطين ويساعدوا طلابنا فالإشي بداية إحنا بعدنا نواة وبتأمل هاي النواة تكبر كمان وتشمل مشاريع تاني إن شاء الله أستاذ خالد ضمن سياق الحديث تحدثنا عن الوحدات إذا أربع أو خمس وحدات في الرياضيات ليه ما المجتمع العربي أغلب وبتوجه للوحدة الخامسة في الرياضيات هل أساس هو أساس الموضوع نفسه كموضوع صعب من أقواس أم المعلم والطريقة إيش السر؟ وين السر؟ درجة على كمان شوي لورا إنه أنا بالأصل كنت معلم رياضيات في الثانوية وكما مصلح بيجروت في مستوى أربع وحدات وخمس وحدات الموضوع الرياضيات هو موضوع للي بحب الموضوع هو جدا شيق وجدا رائع لا نستطيع أن نحبب الطلاب بالموضوع؟ على هذا الأساس كل موضوع الرياضيات مبني على أسس وتدريج فإذا الطالب أخذ المعلومة وغضير يستفيد منها ويستعملها بالمحل الملائم وبالشكل الملائم ما فيش عند أي طالب مشكلة أنه يقدر يجيب علامات عالية حتى في مستويات أربع وحدات وخمس وحدات ولكن إحنا بنحتاج هنا لطاقم معلمين مؤهلين اللي حسب البرنامج الجديد في الوحدات الرياضيات في المستويات العالية بدي يكون عندهم تأهيل ملائم إيمانا منه أنه كل طالب يستطيع في طلاب اللي أندي قدرات محدودة هيكة برباني ففيش مجال أنك تعطيهن أكثر من اللازم ولكن الطلاب العاديين حتى الطالب العادي ممكن يطلع منه تفوق مش بس علامة أنه أجاح في تفوق بالرياضيات ولكن بدك أنت الطريقة الملائمية والوسيلة الملائمية حتى تقدر تصل أنت للطالب الرياضيات بالأساس إذا الطالب حب الموضوع ما في عنده أي مشكلة أنه يبدع ويتفوق فكل أساس الموضوع هو إدارة مزبوطة معلمين مؤهلين يقدر يوصلوا المعلومة للطالب بالشكل المزبوط بالشكل الملائم على هذا الأساس نحن كان عندنا عشان هيك أساس الموضوع إذا الطالب وهي أساس المبادرة تعيدنا أنه ما نستنى الطالب أنه يصل لصف ثامن وتاسع وعاشر وساعتها ما بنقدر نصلح كثير مع طالب اللي صار بعيد عن الموضوع وبعيد عن الحب الرياضيات وعلى هذا الأساس نحن ننمي الإشي ابتداء من صف أول أنه هذا الإشي يطلع مع الطالب ابتداء من صف الأول إذا الطالب نشأ على حب الموضوع من صغره ما بتخيل أنه يصل لصف عاشر أو إحدى ويكون عنده فيه مشكلة بالرياضية أنا بدأ أشكر بس المعلمة آية أنه الموضوع ما كان كيف قلوها بن جسيم مفهوم ضمنا أنه إحنا نصل لهذا اليوم اليوم المبادرة اللي تنفذت قبل عدة أيام هو كان يوم تتويجي ولكن الشغل والتعب هو كان على مدار سيني كاملي سيني كاملي الطلاب هن اللي أبضعوا هن اللي اشتغلوا المعلمة آية كانت بالنسبة إليهن مش أكثر من موجي وكل الشغل اللي إحنا شفناه هون مش مفهوم ضمنا أنه طالب بصف تاسع يبني برمجي في الرياضيات لطلاب صف أول بهذه النوعية و بهذه الكيفية فأنا بدأ أشكر الطلاب يعني أنه اشتغلوا بهذا الزخم اللي قدرنا نصل إحنا لهاي المحلات المشرفة بفضل طلابنا يعطيك ألف عافية وأيضاً إلى الطلاب طبعاً وجزء جداً مهمة أستاذ خالد يعني كنت بدي بمداخلي الجميل أيضاً أنه الطلاب المتميزين والمتفوقين مثل ما قلت يعني هن في هاي الخاني ولكن الجميل أنه عم بتحاولوا تقلصوا هاي الفجوات أيضاً هاي البيئة اللي إحنا موجودين فبعطونا إنه إحنا نشتغل ونتميز فيها ولا طلابي أهم إشي تحية لإلهن ويعطيك ألف عافية يعطيك العافية أيضاً على مشهودك نعم، اسمعون لك شوها بعد الشكر للإدارة الإعدادية والمعلم آية بحب أوجه لأنه ياريت هذا النموذج اللي كان بناتنا بين المدرسة الإبتدائية والمدرسة الإعدادية يتم نقله بيننا وبين باقي المدرس لأنه الهدف تبعنا هدف واحد مصلحة واحدة وهو النهوض بأهل البلد أهل العنماهل النهوض بطلابنا لمحلات ومراكز أعلى إن شاء الله يعطيك ألف عافية رب سريعاً نسمع منك كما كلمة أخيرة بس أحبت أحكي لعلمة أي أنه جوائز الحواسيب هي مش بس مبادرة من المدرسة كمان في ناس دفعت من جبتها الخاصة فيمكن بتخيل المشرحين يحبوا أن نذكر اسمهم بس أنا بشكرهم جداً على الهواء إنه تبرعوا بهذا الإشي أولاً السيد أحمد لا الشغل الثاني اللي حكت عنها هنا مقدمة البرنامج إنه كمان الطلاب الثانيين فيه إليهم حصة كبيرة بالبرامج والمشاريع ممكن مش بهذا البرنامج ولكن فيه كمان إليهم حصة تعيثين الشغل الثالثي اللي بدأ أحكيها إنه هذا البرنامج كان بمدرستها وإحنا صرنا متخرفين مع وحاكين مع باقي المدراء إنه هذا البرنامج كمان إحنا معنيين إنه نكمله بالأربع مدارس الإبتدائيات الموجودة بعين ماهل والشغل الأخيرة أنا طلبت قبل يومين من معلمي آية بعد من خلص البرنامج ومباشرة إيماناً منا إحنا مش بس ما نشترل مع الطلاب المتفوقين إنه آية معك أنت شهر اتفكري لي ببرنامج لطلاب إحنا مسمين حنوكم يحاضي طلاب الذين ذو الاحتياجات الخاصة التعليم الخاصة حتى إحنا نعمل لهم مبادرة كمان طريق بمستواه وطريق القدرات وإحنا كمان طلابنا وأولادنا اللي يستحقوا منا كامل الدعم وكامل العطاء كل احترام للكول إن شاء الله بترقب إحنا رح نرصد أعمالكم ونكتشف أكتر عن المدارس الموجودة في عن ماهل وما كيف تفضلتوا في بالبداية عن كل مشروع الروبوتيكا قريباً جداً إن شاء الله رح نتابعك شكراً لحضوركم سيد خالد أبو ليل آية زريقي وسهى حبيب الله شكراً لحضوركم أهلا وسهى جيداً صباحكم